مرحبا أنا رينة وأهلا وسهلا فيكم بقناتي بفيديو اليوم رح أشارك معاكم طريقتي بتحضير وصفة النيغريسكو النيغريسكو من الوصفات اللي فعلا كتير مميزة للباستا وإذا لسه ما جربتوها ولا مرة ضروري تجربوها لأنه رح تصير من وصفات الباستا المفضلة عندكم اليوم رح أحضرها معاكم على طريقتي وأكيد إذا بتعرفوا أي حدا بيحب وصفات الباستا ابعتوله هذا الفيديو وتعالوا نشوف كيف طريقة التحضير مع بعض بداية بطنجر على النار رح أحط تقريبا معلقتين كبار من الزبدة بدي أستنى هلا الزبدة لحتى الدوب مثل هيك على نار متوسطة بعدين رح أنزل الجاج أنا هون مستخدمة تقريبا ثلاثة زور من الجاج مقطعيتهم لشرائح أو ممكن تقطعوهم لمكعبات حسب ما بتحبوا بخليهم على نار عالية لحتى يتحمروا من أول جهة أو ياخدوا هيك لون ذهبي بعدين بقلبهم على الجهة الثانية وهيك بكون جاهزة أضيف بعدين البصل عندي هنا بصلة واحدة حجمها متوسط تقريبا قطعتها لمكعبات صغيرة بضيفها فوق الجاج هنا بهدي النار بخليها تصير متوسطة وببلش أقلب الجاج مع البصل لحتى يتشوح عندي البصل تقريبا لمدة دقيقتين وبعدين بكون جاهزة لحتى أبدأ أضيف الخضار اللي حابة أحطها مع الوصفة عادة بهاي الوصفة بنستخدم الماشروم عندي هنا أنا مشروم فرش بضيفه فوق الجاج والبصل وبخلي النار عندي هون تكون عالية لحتى المشروم ما ينزل عندي من الماء اللي بتكون فيه بهذا الوقت وأنا عم بستنى المشروم يتحمر رح أبدأ أضيف البهارات اضفت معلقة من بهار الجاج اللي مشكل كمان ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الملح ومن الخضار اللي عادة تنضاف على هاي الوصفة اللي هو الفلفل الألوان مستخدمة أنا هون الأصفر والأحمر والأخضر أكيد ممكن تستخدموا بس لون واحد إذا متوفر عندكم بس هي إضافة حلوة هيك بتعطي لون حلو للحشوة وهيك بعد ما نضيف الفلفل بس تقريبا لمدة دقيقتين ما بدي يا يعني يستوي بزيادة لأنه أنا الوصفة لسا عندي رح تدخل على الفرن آخر إضافة رح تكون اللي هي سنتوم واحد هرستو ناعم وبضيفه فوق الحشوة الجاج اللي عم بعملها بس هيك تقليبة خفيفة لمدة دقيقة أو دقيقتين وبتكون عندي حشوة الجاج هيك جاهزة شوفوا ما أحلى ألوانها وكمان ريحتها كانت كتير بتفتح النفس وأكيد ما تنسدوا ودايما أي شي بتعملوا وتتأكدوا من الملح والبهارات إنها على زوقكم ومتل ما أنتوا بتحبوا هلأ بالنسبة للباستا دايما من أشياء الأساسية في سلق الباستا أنه نسلقها بمي مغلية تكون ساخنة عندنا عم تغلي منضيف عليها معلقة كبيرة من الملح ورح أنزل هون عندي السباكتة بوصفة نيغرسكو عادة تستخدم السباكتة بس أكيد طبعا ممكن تستخدموا أي نوع تاني أنتوا حابين ما رح أصلوا الباستا بالزيادة بس لمدة خمس دقايق لأنه الوصفة عندي رح تدخل على الفرن فما بدي الباستا تنسلق بالزيادة وتعجن وبهذا الوقت حتى أستنى الباستا تنسلق بدي أحضر للبشامل بطنجرة عندي هون على النار ضفة ثلاث معالق كبيرة من الزبدة لحتى تعيروا الزبدة بطريقة سهلة دايما نخلوا الزبدة تكون عندكم لينة طلعوها من التلاج قبل بوقت حتى تقدروا تعيروها بالمعلقة بكل سهولة بعد هيك ضفت ثلاث معالق كبيرة من الطحين منحط دايما كميات متساوية بين الطحين والزبدة لما الزبدة عندنا تسيح طبعا تكون عندنا النار متوسطة منضيف عليها الطحين نستمر بالتحريك بهذا الشكل لحتى تندمج عندي الزبدة مع الطحين ويصير هيك القوام كريمي وناعم وما يكون فيه أي تكتلات بعد ما نوصل هاي المرحلة منكون محضرين عندنا على جنب ثلاث أكواب من الحليب أو ممكن تستبدلوا كوب واحد منهم بالكريمة أنا هون مستخدمة كوبين حليب وكوب واحد من الكريمة ببدأ أضيف بالسوائل اللي عندي اللي هي الحليب والكريمة بالتدريج مع التحريك بس أشوف عندي القوام عن برجع ناعم وكريمي برجع بضيف كمية تانية من السوائل ضروري ننتبه بهاي المرحلة النار عندنا تكون هادية أو متوسطة عشان ما ينشعت عندنا البشاميل ويصير طعمه على مرار ومنستمر بهاي الطريقة لحتى نخلص كل كمية السوائل اللي عندنا أنا بهاي المرحلة ضفت تقريبا كوبين لكوبين ونص بس ما ضفت الثلاثة كاملين لأنه البشاميل بعد شوي بعد ما تخلوه على جنب ممكن عندكم يجمد فرح تحتاجوا سوائل ترجعوا تخففوا فيها وشوفوا كيف بيكون قوام البشاميل ناعم كل شي عندي داب مية بالمية وما فيه أي تكتلات هاي الطريقة مضمونة مية بالمية إن شاء الله إذا جربتوها رح تعجبكم كتير وبالنسبة للتوابل المستخدمة للبشاميل أنا عادة بضيف نص مكعب من مرأة الجاج ممكن تستبدلوه بالملح وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود فيه ناس ما بتحب تضيف جوست الطيب أو أي بهارات تانية مخصة للبشاميل مثل ما أنتوا بتحبوه ممكن تستخدموه هيك البشاميل صار عندي جاهز رح أطفي عليه النار هذا القوام عندي هيك بكفي ما بدي يكون أتقل من هيك رح أجيب نص كمية البشاميل وأضيفها على السباقتي بعد ما صفيتها من المي أنا هون ضفت مثل ما خبرتكم نص كمية البشاميل هل رح هيك أقلبهم مع بعض شوي لحتى يتوزع البشاميل مع السباقتي إذا كنتوا مستخدمين نوع تاني من الباستا مثل البنة أو أشكال تكون أكبر شوي فممكن تعملوا كمية أكبر من البشاميل حتى يكفي يغطي عندكم نص كمية الباستا وترجعوا كمان تستخدموا الباقي بالوصفة هنا أنا حضرت بايركس على جنب حطيت فيه تقريبا نص كمية السباقتي اللي عندي أو أقل شوي وبعدين رح أضيف عليها الحشوة اللي حضرناها حشوة الجاج مع الخضار بتأكد إنه حشوة الجاج والخضار عندي تغطي وجه السباقتي كامل وبعدين بضيف باقي كمية السباقتي اللي ضلت على وجه الحشوة بوزعها هيك بطريقة تكون مرتبة لحتى تغطي عندي كل الحشوة أكيد كمان ممكن تضغطوا شوي الباستا هيك بإيدكم لحتى تاخد هيك شكل مرتب ويكون سطحها مرتب لحتى بعدين نضيف عليها كل باقي كمية البشاميل اللي عنها وتكون على الوجه وبعد ما ضفت كمية البشاميل هلأ هيك رح أوزعها بالسباتيولا بس حتى أتأكد إنها غطت كل وجه السباقتي هلأ رح أخد الألمنيوم فويل عندي وأغطي لوجه البايريكس وأدخله على الفرن تقريبا لمدة ربع ساعة بس مش أكتر من هيك وبتكون عندي الوصفة هيك جاهزة للتحمير هلأ إذا كنتوا مستخدمين نوع تاني من الباستا غير السباقتي تكون أشكال أو مثل ما خبرتكم أشكال أكبر بنصحكم قبل ما تضيفوها على البايريكس تحطوا كمية من البشاميل لحتى ما تلزق عندكم وتنحرق هلأ هيك بعد ما مرأ عندي ربع ساعة على صنية النغريسكو بالفرن طلعتها وبحط على وجهها كمية منيحة من الموزاريلا وبعدين بشويها تحت الشواية بالفرن اللي حتى تاخد عندي هاد اللون الحلو وهيك بتكون عندي صنية النغريسكو صارت جاهزة وأكيد مثل دايما إن شاء الله رح تلاقوني كاتبت لكم الوصفة بالتفصيل بسندوق الوصف أو بالدسكريبشن باكس وإذا بتحبوا وقت التقديم تطلع معكم القطعة قطعة واحدة كاملة هيك من دون ما تنهار استنوا عليها تقريبا من خمس لعشر دقايق اللي حتى تهدى بعدين قطعوها وبهيك قطيب وصفة نغريسكو صارت عندي جاهزة بتمنى أنوا تجربوها على طريقتي وإن شاء الله رح تعجبكم كتير وإذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملولي لايك وسبسكرايب ونلتقي إن شاء الله بفيديو جديد باي باي